كمان صلاح مايتعلقش كده صلاح حجم صلاح مايفقش هو كابتن شاوي الحقيقة أفصح عنه قد حسم أمره هو حسم أمره طب يبلغ بالفعل الإجرائي مش فيه جزء إجرائي هو يمكن كمان نخلي بال حضرتك وجوز كابتن محمد صلاح مع المنتخب هيحط المنتخب مصر في دائرة الضوء بشكل خاص لا ده ينقلوا نقلة كبيرة جدا ده ينقل البطولة بتاع قرط القدم ضمن دورة توكيو نقلة تانية خلص صلاح من العشرة القبار عشان يعني ايه من نبقاش بالنقل أنا رأي الشخص اللي هو محتاجه فعلا وعزم أمره وحسم أمره يتكلم مع النادي اللي هناك لأن النادي اللي هناك أكيد هيبقى له رؤية معينة يتواصل في تواصل لأن في النهاية ده لعب مهم جدا للمنتخبات القومية ما قدرشي أتعامل بمنطق تجاهل الفريق كده كده مش هيبقى فيه تعارض لأن دورات الولمبية ما بتتلعجش فيه نشاط كورو هو عنده تعارض مع فترة الإعداد الإعداد لأن فترة الإعداد دي صلاح هيكون فول وبيلعب باتشات والتانيين في بداية المشوار التدريب أنا مش عايز أتكلم كمحلل فني لأن أنا أقل من هذا لأنه طبعا فيه ده شغلة ناس وصنعة ناس ومهنة ناس ودراسات ناس لكن خلينا أتكلم عن ما أفهمه عن صلاح صلاح هو مصدر إلهام للمصريين النهاردة بقى فيه ناس كتير تحب صلاح جدا فيه ناس بتقعد على الأهوة تتمنى أن صلاح يجيب جون لو صلاح خرج من الماتش ناس بتقوم من على الأهوة باعتبر ليه أنا اختلفت مرة مع الكاتب نيوتن نيوتن قال للأهلي ولا الزمالك ليفربول هو صاحب الشعبية في مصر طوله غير صحيح الشعبية بتاعت ليفربول هو محمد صلاح وأقول له طوله على فكرة لو أنت نزلت تتفرجت على ماتش الصلاح على الأهوة وتم سحبه في نص الشوط التاني الناس بتسيب الماتش فهي شعبية محمد صلاح وحب الناس لمحمد صلاح الحب ده نابع من إيه؟ أن صلاح إنسان يتسم بالتواضع يتسم بالمكافح يعني هو ده مكافح حقيقي وإحنا كلنا مكافحين الظرف اللي بتعيشه مصري محتاج مكافحين ومناضلين ده سلازة نموذك محتاج مش لازة نموذك الحاجة المهمة كمان بالنسبة للملاعب الأوروبية ملاعب الأوروبية في لحظة معينة مع زيادة معدلات الكراهية والعنصرية اللي خلت موسى ماريجا مبارح يخرج من الملعب ويغادر الملعب في الماتش في البرتغال موسى ماريجا جاب الجن ومهور هتف ضده اتهمات عنصرية نفس اللي وجهت لصلاح ماريجا رفض يلعب الماتش وخرج من الماتش احتجاجا على ما جار شوف صلاح يتعامل معها إزاي؟ بهدوء وبالشياكة كسب الموقف وكسب الناس لصالحه العنصرية اللي تواجه اللعيبة في أوروبا بشكل عام صلاح أحد عناصر دلوقتي المكون لخطاب المحبة في مغابل خطاب القرار لا هو سفير سفير مش عايزة منقشة بدون بقصد أو بغير قصد هو بمهد لعلاقات طيبة في كل الاتجاه هو بيشكل الآن بيكونه مصري عربي مسلم أفريقي كل هذي يعني كنه بلعب يوجب كل هذي دي مثلا في مواجهة الهتفات الهتفات هو الفكرة أي أنه صلاح أصبح دلوقتي يحمل يحمل خطاب المحبة في الملاعب القروية اللي هي بتعاني بشدة من خطاب عنصري بغيد جدا جدا ضد الأفارقة وضد العرب وضد المسلمين وضد الغرباء يعني بلغب الإنجليزية عندها إشكالية مع الغريب الأسمر طب ده أشوف صلاح أسمر مصري دمه خفيف شعره طويل مسلم طب إزاي صلاح فيه وقت فيه انطباعات معينة التكوين ده كله كانت تبحث عنه الملاعب الأوروبية فوجدته ترجمة نانسي قنقرات معينة ترجمة نانسي قنقرات معينة